ولأجل هذا نقول إن المسلم دوما هو قضاء الله تعالى الغالب الذي لا يمكنه أن يتراجع عن مبدأ يراه صوابا لمجرد أن الأقدار الظاهرة والأحوال التي تجري أمامه لم تسر على ما يريد هو لأنه يراد للمؤمن أن يمتحن بمثل هذه الأزمات ولأجل هذا لا بد من أن يكون لكل واحد دوره في هذه القضية وفي سواها كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الظروف العسيرة الصعبة وكيف يبقى مع إيمانه وصلاحه والتزام هذه القضية كما تعلمون نزلت بالناس وكانت هذه القضية عسيرة جدا كل الناس تأثروا بل إننا وجدنا غير المسلمين وهذا هو الأصل وجدنا غير المسلمين يتأثرون بهذه القضية لكن لما لم تتوقف هذه القضية لما بقي الناس على هذه القضية وعلى هذا الإجرام إلى يومنا هذا تجاوزنا الخمسين يوما والقضية ولا تزال على حالها ما السبب في ذلك السبب في ذلك أن هناك معايير للقوى التي تحكم هذا العالم لا ترى هذا الذين راه نعم لا تقدر هؤلاء الذين يقتلون بل إنها تراهم كما يصرحون ولعلكم سمعتموهم كثيرا تراهم حيوانات لا يستحقون شيئا وهذا مدون في شرائعهم وإلى يوم الناس هذا كما أنه مثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم لا يرون سواهم إلا هذه النظرة أنا في مجلس السبت الأخيرة الثالث والأربعين جاءني سؤال حقيقة قبل أن أعرضه بكيت حينما قرأت ذلك السؤال السؤال يقول السائل كان موظفا في شيء من الجهات يقول إن هناك في بعض المناطق معنا هنا في عمان إن هناك كلابا أجلكم الله ضارية تعد على الناس وتؤذيهم حتى أنها آذت كثيرين وهم من مهمتهم أن يتخلصوا منها حتى يرفعوا الأذى عن الناس يقول فأردنا أن نقتلها ولكن اعترضت علينا منظمات حقوق الحيوان الآن هذا الكلام هذا الكلام في هذه الأيام أنا لا أتكلم عن أشياء سابقة يقول اعترضت علينا منظمات حقوق الحيوان تقول كيف تقتلون الكلام ألا تحترمون الحيوان أليست للحيوانات مكانة مكانة ولا منزلة معكم اعترضت وستتدخل في بلادك بسبب كلاب في داخل بلادك هي مؤذية للناس وتتدخل مثل هذه المنظمات لإجل هذا ويسأل عن شيء آخر نحن نريد أن نمنعها ونريد أن نفتعها فما رأيك في كذا وكذا ذكر بعض القضايا قبل أن أصل إلى الإجابة عن سؤالي أقول سبحان الله هذا السؤال في الفترة نفسها التي فيها الإبادة للأطفال التي فيها القتل والتدمير للعمار القتل للناس والإزهاق للأرواح والإراقة للدماء وأيضا الهدم للعمار الموجودة وهؤلاء الذين يريدون أن ينتصفوا لحقوق الكلاب الضالة هم أنفسهم في الواقع الذين يقتلون ويأمرون بقتل هؤلاء الأطفال ونحوهم لما هذه الإزدواجية في المعايير من الذي يقرر أن هذا الشيء صواب أو أن هذا الشيء خطأ الحق في القضية أن الذي يقرر هذه الأمور هو القوي فحسب فما يراه القوي هو الحق وما لا يراه القوي هو الباطل ما يراه القوي صوابا لا بد من أن ينفذ وما لا يراه صوابا فهو الذي يجب أن يحارب وإن كان القوي يرى أمرا بأي معيار هو يراه لأن هؤلاء ليس لديهم معيار في الصحة والصواب سوى المصالح الشخصية المحضة هؤلاء لا يرجعون إلى دين من الذي يضبط الإنسان في توجهه وفي قراراته مخرجات عقله الذي توجهه المنفع كما يقول بن ثام إن الإنسان هو في حقيقته مصنع لمصالحه آراءه لا يمكن أن ينبعث إليها ولا أن يحجم عن بعض قراراته إلا وفقا للمصالح التي يراها ولأجل هذا فهؤلاء ينطلقون من هذا الباب إذن سيكون هؤلاء الذين يدافعون عن أوطانهم هي أوطانهم احتلت من قبل أجنبي وهو يؤذيهم ومع ذلك دفاعهم عنها هو الإرهاب مع ذلك دفاعهم عنها هو الظلم هؤلاء هم الظالمون هؤلاء هم الذين تسببوا في قتل ألف ولا أدري كم من الأشخاص البريئين هؤلاء هم الذين أزعجوهم أليس هذا هو الذي يقال هذا الذي يقال من قبل الأقوية لأن القوية يقرر هذا الأمر على وفق ما يريد الذي أريده من هذا لا مكان في هذه الدنيا للضعفاء لا مكان في هذه الدنيا لمن لا يستطيع أن يذود عن حياضه لا مكان في هذه الدنيا مع منظمات حقوق الإنسان وغيرها فالحقوق هناك هي ما تمليه إرادة القوي وفي كل مكان من قوي اقتصاده من قوية أبحاثه من قوية مكانته بين الأمم هو وحده من يستطيع أن يقرر الصواب والخطأ